أمام الناس اعتقال سوري في فينا حاول اغتصاب شابة في موقف للحافلات لا تعليق يعني بصراحة شيء مؤسف عندما نسمع خبر من هذا النوع السازة ممضوح أنا ما بعرف حتما لن نستضرد كثير بهذا الكلام ولكن حتما هذا الشخص ليس بعقل يعني ما هذا الانحراف الذي موجود عند هذا الشخص الذي يحاول أن يعتدي على شابة في الشارع وأمام الناس يعني شو الانحراف هذا يا سيدي شو الانحراف يعني يعني هل هذا كان بجوز إذا كان هلا بجوز بكرة يطلع لنا كان سكران كان مدمن كان كذا كان في يعني لا هو اعترف يعني هو تم القبض عليه واعترف تم القبض عليه واعترف نعم وحتى هرب هو بالبداية بعدين تم الاعتقال يعني على أي أساس على أي أساس بصراحة تصرفات هي فردية لا نعمم هذا تصرف جبان للغاية من شخص يقوم بالاعتداء على شابة موجودة على الأرض التي استقبلته وآوته ومنحته الأمن والأمان والمساعدة والتأمين الصحي وعن تعلموا اللغة وعن ما تعملوا بني آدم من أول وجديد ويقوم بهيك تصرف صراحة هذا لازم يحملوا منودانه ويزد توعد بشار الأسد ويقول له عيش هذا لما بنرحله بنقول له شكرا السيد جرهة كارنر على ترحيل فلان الفلاني لأنه سنقوم به معامل مظاهرة وسنقوم له شكرا لك على هذه الخطوة الجريئة طبعا كل من هو مسرف بحق نفسه ومجرم بحق كل سوري هنا في النمسا هذا الشخص ليس مجرم بحق نفسه هذا أساء لكل سوري محترم موجود بهذا البلد بهذا التصرف يحملوه ويزد توعد بشار الأسد والله يهونيا ببعضهم هناك يعمل اللي بده إياه سعادة هناك سوريا دولة دولة مشاع حاليا وكل شيء متاح بي